يبدو أن سيناريو الفيروسات لن ينتهي في وقت لازال العالم يعاني من فيروس كورونا وتداعياتها فيروس قديم ينزل ضيفا ثقيلا مجددا وسط مخاوف وتحذيرات دولية من أن يكون فيروس زيكا الوباء الذي سيشتاح العالم بعد أن حدر باحثون من احتمالية عودته للانتشار سرعة انتشاره وارتباطه بآثار خلقية وضعت زيكا ضمن لائحة الفيروسات الخطيرة وواحد من الأمراض المميتة ويؤكد باحثون أن طفرة واحدة للفيروس تكفي لأن تسبب في حدوث تفشي هائل للوباء يمكن أن يتحور ليصبح أكثر عدوى ما قد يغضي على المناعة المكتسبة سابقا من جهة أخرى أكد علماء أمريكيون على أنه يجب أن يكون العالم على علم بالمتحورات الجديدة ووفقا للتجارب المعملية نشرتها مجلة علمية إلى أن الفيروس زيكا يمكن أن ينتقل بسهولة الأمر الذي يسهم في ظهور متحورات جديدة بحسب فريق من معهد لاغولا لعلم المناعة في كاليفورنيا فإن دراسات حديثة للعدوى تقول أن هذه المتحورات قد تثبت فعاليتها في حالة انتقال الفيروس حتى في الدول التي تحصنت نتيجة حالة التفشي السابقة لفيروس زيكا فيروس زيكا تنقله إلى البشر البعوضة المصرية وهي نفس ناقل لحم الضنك وتسبب الإصابة بالفيروس عراضا عادية تشمل الحمى والصداع الخفيف والطفح الجلدي والتهاب العين ومع ذلك يبقى هذا الفيروس يثير المخاوف بسبب ارتباطه بالعيوب والتشوهات الخلقية كما أنه يصيب الأطفال حديثي الولادة كان المرض قد تسبب في حالة طوارئ طبية عالمية عام ستة عشر وألفين مخلفا إصابة آلاف الأطفال بأضرار دماغية مخلفا